اشتركوا في القناة فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو والضغط على زر الاعجاب في حال نال الفيديو اعجابكم بالنسبة لفقر الدم هذا المرض الذي هو عبارة عن انخفاض في خلايا الدم الحمراء بالجسم وتعد خلايا الدم الحمراء هي الجزء الرئيسي من الهيموغلوبين في الدم وهو الذي يربط الأكسجين وهذا يعني انه في حالة انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء او الهيموغلوبين فقد لا تحصل الخلايا الموجودة في الجسم على ما يكفي من الأكسجين لتعمل بشكل صحيح ونتيجة لذلك ستحدث كثير من الاعراض التي يشعر بها المريض بفقر الدم أبرزها الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة في معظم الأوقات وللعلم فقط فهناك عدة أنواع من فقر الدم ولكن الأكثر شيوعا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في الجسم والذي يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في حال لم تتم معالجته ولتفادي الوقوع في هذه المشكلات الصحية الناتجة عن فقر الدم لا قدر الله جهزنا لحضراتكم بعض الوصفات الطبيعية ويمكن تطبيقها في المنزل وباستخدام مستحضرات طبيعية بسهولة تامة كما قلت في السابق وبالتالي علاج فقر الدم بحول الله لنباشر الآن وإياكم متابعين الأعزاء في إعداد الوصفات والنبدأ بالوصفة الأولى نبدأ الآن بأسهل وصفة وهي وصفة الينسون أو الينسون المطحون لكن قبل طحنه يمكن أن يستعمل الينسون في علاج فقر الدم وهي حل مثالي جدا إذ يمكن وضع ملعقة كبيرة من الينسون مع القليل من الماء وتركها حتى تصل إلى درجة الغليان قبل أن نقوم بتصفيتها وتناولها بشكل يومي وهذا بمقدار كوب إلى كوبين في اليوم دون زيادة وبالإضافة إلى ذلك فالينسون يقوم بتقوية الدم وتنشيط الدورة الدموية وتهدئة أعصاب الجسم بشكل عام لكن ولتسريع النتيجة أكثر سأقدم لكم وصفة أخرى وهي أن نقوم بطحن كمية من الينسون حتى تصير بهذا الشكل بعدها نقوم بإحضار ثلاث حبات من التمر بداية نقوم بنزع نواة التمر ثم نقوم بوضع مقدار ملعقة صغيرة بداخل حبات التمر ملعقة صغيرة من مطحون الينسون بهذه الطريقة طيب هذه الطريقة هي جيدة وجيدة جدا حبات من التمر أي ثلاث حبات من التمر وننزع عنها النواة ثم نضيف مقدار ملعقة صغيرة من مطحون الينسون قلت هذه الطريقة هي جيدة جدا ومجربة وسريعة الفعالية في علاج فقر الدم حيث يتم تناول هذه الحبات الثلاثة صباحا على الريق لكن دون شرب الحليب لأن الحليب سيعيق من امتصاص الحديد الموجود في التمر والينسون ولن يتمكن بعدها الجسم من امتصاص الحديد مع ضرورة المداومة على هذه الوصفة فهي ممتازة لأن 100 جرام من الينسون تحتوي على 36.96 ملغرام من الحديد وعناصر غذائية أخرى بطبيعة الحال لذلك فالينسون هو مهم جدا أما 100 جرام من التمر فتحتوي على 2.47 ملغرام من الحديد وبطبيعة الحال إلى عناصر غذائية أخرى فهنا التمر ممتاز جدا في هذه الوصفة خاصة بالنسبة للأطفال الصغار لأن مذاق هذه الوصفة ويوصفة التمر بمطحون الينسون مذاقها حلو فالتمر حلو والينسون أو حبة حلاوة كما تسمى أيضا طعمها حلو لذلك فهي تناسب الأطفال هذه الوصفة يتم تناول مرتين منها في اليوم قبل الريق صباحا وقبل النوم أيضا إلى غاية الشفاء بإذن الله مع ضرورة المداومة عليها دون توقف طيب ننتقل الآن متابعين الأفاضل إلى الوصفة الثانية وطريقة تحضيرها هنا نقوم بإحضار كمية من الكركدية مقدار ملعقة طعام كبيرة من الكركدية وهي متوفرة بكثرة في مراكز الأعشاب وعند العطارين نقوم بغلي مقدار ملعقة طعام كبيرة من الكركدية في مقدار كأس من الماء وبعدما تفتر نقوم بتصفية المحلول حتى نتحصل عليه بهذا الشكل بعد ذلك نضيف كوب واحد من عصير الشمندر أو البنجر أو الباربا كما تسمى ونخلط الكوبين معا في كوب أو وعاء كبير بهذا الشكل بمعنى لدينا مقدار كوبين من الشمندر أو المنجر أو الباربا كما تسمى ولدينا أيضا كوب واحد من الكركدية بعد ذلك نقوم بإحضار مطحون العدس الأحمر مطحون العدس الأحمر هذا هو العدس الأحمر قبل طحنه ويمكن هنا استعمال أي نوع من العدس المتوفر لديك في المنزل لكن لعلاج فقر الدم بفاعلية قصوى وبنتيجة جد جد مضمونة يفضل استعمال هذا النوع من العدس الذي تشاهدونه الآن أمامكم وهو موجود عند العطارين وفي مراكز الأعشاء بطبيعة الحال نقوم بإضافة مقدار ملعة الطعام كبيرة من مطحون العدس الأحمر ثم نخلط جيدا هنا في حال لم يتوفر أحد المكونين وأقصد بهم الشمندر أو الكركدية يمكن إضافة البدير الآخر وهو عصير الجزار ثم نخلط المكونات جيدا بهذه الطريقة مع العلم أن الشمندر أو البنجر كما يسمى من أكثر أنواع الأطعمة المفيدة للدم والتي تمنع الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا فهو يعمل على زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء وزيادة معدل الهيموغلوبين الدم بسرعة كبيرة كما أنه يحتوي على فيتامين جي الذي يساعد في عملية امتصاص الحديد من الطعام وهذه نقطة مهمة جدا لأن عملية امتصاص الحديد من الطعام هي أكبر فائدة يحتاجها المريض بفقر الدم وأيضا هو يفتح الشهية لتناول كميات أكبر من الطعام ويمنع حدوث الضرابات في الدورة الدموية لذلك فأنا هنا أنصح بهذه الوصفة الرائعة لأن كوب واحد فقط من الشمندر فيه نحو 136 جرام يحتوي على 1.09 ميلي جرام من الحديد وهذه ملاحظة مهمة جدا طيب بالنسبة لطريقة الاستعمال هنا لا بد من التنويه إلى ملاحظتين مهمتين جدا ولا بد من الانتباه لهما بالنسبة للملاحظة الأولى هي أنه في حال قمنا بتطبيق هذه الوصفة كما حضرتها الآن فالكمية التي ينصح بتناولها هي كوب واحد فقط في اليوم ممنوع منعا باتا الزيادة هذا في حال استعملنا عصير الشمندر وبالتالي قد يجعل الذي يتناوله يشعر بالتعب هذا في حال زاد عن الكوب أما إذا استعملنا عصير الكركدية بعصير الجزر دون عصير الشمندر هنا يمكن تناول كوبين فقط منه في اليوم هذه الملاحظة مهمة جدا كذلك يمكن هنا مزع عصير شمندر بعصير التفاع مثلا في حال لم تتوفر الكركدية أو أيضا يمكن مزع عصير الأناناس أيضا هي مهمة أو عصير البرتقال أو الخيار أو جوز الهند أو السبانخ وهذا يرجع بطبيعة الحال حسب الذوب وأيضا بالنسبة للملاحظة الثانية هي أنه يمنع منعا باتا ومطلقا تناول هذه الوصفة أي وصفة الشمندر للأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكلا كحصل كلا مثلا فهنا يجب تجنب استعمال عصير الشمندر وتناول هذه الوصفة طيب هذه الوصفة هي رائعة جدا وممتازة في علاج فقر الدم يتم تناولها كما قلت بمقدار كوب واحد في اليوم بشمندر أو كوبين من دون الشمندر والمداومة عليها وخلال ثلاث أيام فقط بإذن الله ستظهر النتائج الإيجابية ويتم القضاء وعلاج فقر الدم إلى الأبد بإذن الله عز وجل طيب ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الثالثة وهي الوصفة الأقوى لعلاج فقر الدم وهي وصفة دبس التمر هذا هو دبس التمر الدبس هو يتمثل في عملية استخراج السكر في التمر وكل فوائده هي موجودة في هذا الخليط وله عدة فوائد وعلى رأسها علاج فقر الدم وسأخصص لكم قريبا بإذن الله طريقة تحضير وصنع دبس التمر طيب في البداية نقوم بإحضار نحو ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من دبس التمر كما تشاهدونه الآن أمامكم ونضيف إليه مقدار ملعقة كبيرة من مطحون العدس الأحمر فالعدس الأحمر من القطاني التي تمتاز بالحديد والبوتاسيون ومكون فيتامين بي واحد وبي اثنان ويحتوي أيضا العدس الأحمر على كمية قليلة من السعرات الحرارية وكمية جيدة جدا من الألياف الغذائية المفيدة للجهاز الهضمي ويساعد أيضا في المحافظة على المعدل الطبيعي للكوليسترول في الدم ويساعد العدس الأحمر على بناء الأسنان والعضلات لاحتواء هذا العدس الأحمر على النسبة عالية جدا من الكولسيون وهو أكبر مكون يحتوي على الحديد الذي يحمي من أمراض فقر الدم وعلاج الأنيميا بنسبة متقدمة جدا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد لذلك فهذه الوصفة التي نحضرها الآن هي رائعة جدا وممتازة في علاج فقر الدم طيب بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة واحدة من مطحون السمسم من مطحون السمسم طيب هذا هو السمسم السمسم هنا يتم طحنه وتحميصه قليلا على النار قبل استعماله فهذا أفضل طيب بعدها نباشر بخلط المكونات مع بعضها البع بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة وهو أن يتم تناول ملعقة واحدة كبيرة على الريق صباحا ملعقة واحدة كبيرة على الريق صباحا وأخرى قبل النوم يوميا هذه الوصفة جد جد ممتازة ورائعة للقضاء النهائي والسريع أيضا على فقر الدم لكن ولتسريع النتيجة أكثر فأكثر يفضل هنا إتباع هذه الخلطة بكوب واحد من عصير البرتقال كوب واحد من عصير البرتقال أو الليمون أو يمكن حتى المزج بينهما يمكن أيضا المزج بينهما وهذا بغية تسريع امتصاص الحديد الموجود في هذه الوصفة وممنوع منع باتا إتباع هذه الوصفة وهي وصفة دبس التمر بمطحون العدس الأحمر إتباعها بشرب الحليب فهذا ممنوع بل يتم إتباعها بشرب عصير البرتقال أو الليمون أو المزج بينهما هذه الوصفات متابعية الأفاضل التي حذرتها لكم الآن كلها وبدون سفناء هي مجربة ومضمونة ورائعة وصالحة للكبار والصغار والحوامل خاصة خاصة الوصفة الثالثة هنا يمكنك بديل لدبس التمر استعمال العسل ويفضل استعمال العسل الأسود لأن له فاعلية جد قصوى في علاج فقر الدم لدي ملاحظة مهمة هنا وقد ذكرتها سابقا هنا يمنع منع باتا تناول أو شرب الحليب بعد هذه الوصفة لأن الحليب سيمنع من امتصاص الحديد في الجسم بل تتبع هذه الوصفة وهنا أذكر وأؤكد على هذه الملاحظة بل تتبع هذه الوصفة بشرب عصير البرتقال يعني الفيتامين سي إذن متابعين الأفاضل أتمنى أن تكون هذه الوصفات قد نالت إعجابكم ورضاكم ونحن هنا نلبي كل طلباتكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع ونستفيد كلنا من الأجر كما لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب في حال نال هذا الفيديو إعجابكم تقبلوا مني خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر